أكد وزير التجارة كمال رزيق أن قطاعه ضبط استراتيجية لتسويق مختلف المنتوجات الزراعية موضحا بأن برنامج تسويق الخضر والفواكه اعتمد على متابعة واستغلال أسواق الجملة للخضر والفواكه التي تقدر حاليا بواحد وخمسون سوقا للجملة موضفا أن مصالحه قامت بمراجعة النصوص التنظيمية المؤطرة لهذا الشعب لهذه الشعب أقوله في عادة النظر بالنظام الحالي المعتمد في ضبط سوق المنتجات الفلاحية وبخصوص شعبة اللحوم أكد وزير التجارة أن الاستراتيجية المنتهجة من قبل وزارة التجارة تهدف إلى تفعيل دور المذابح العمومية والخاصة ودعم عمليات تموين المواطنين باللحوم الحمراء انطلاقا من الولايات الجنوبية